القرآن الكريم قدم لنا تصورا واضحا بأن نهاية العالم هي نهاية سعيدة وفي هذا المجال نحن ممكن أن نقطبس هذا المعنى من عشرات الآيات القرآنية على الأقل هناك الكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الوراثة إن الأرض يريثها عبادي الصالحون العبد الصالح يعني هو الذي يؤسس المجتمع الصالح والدولة الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت مبارك ليس فقط بمعنى البركة بهذا المعنى الروحي والمعنى ولا المبارك يعني مفيد نافع فبالتالي إذا ورث الأرض عباد الله الصالحون يعني أنهم سيؤسسون المجتمع الصالح يعني الدولة السعيدة أو بحسب بعض التعبير الدولة الكريمة التي فيها الإنسان مكرم لقد كرمنا بني آدم الله عز وجل كرمه بالتكوين ويريد الإنسان أيضا أن يعيش في مجتمع الكرامة الكرامة الإنسانية